أنا بس عشان عندي عندي حاجات كتير ووقتي بينتهي وعندي عمرة أديب بيقولك ده فيديو ده يا جماعة اللي عندنا ده أقول إيه عمرة أديب بيقولك نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 90% ودي حاجة لازم نتعلمها طب نسمعه كده نسمعه أنا عمرة أديب يا جماعة عشان هو بيحب أردوغان دلوقتي عايز بس يعني نقطة مهمة أشير إليها ودي اللي تمنا كمصريين نسبة مشاركة الأطراق في الانتخابات قربت من 90% 90% حضور واضح الرسالة الناس أما بيبع عندها استحقاق انتخابي بتروح 90% حضور من 60 مليون هذا الأمر يجب أننا يعني نتعلمه يعني نحب التجربة التركية نكرهها عندنا مشاكل مع أردوغان ما عندناش كل هذا الأمر حطه على جنب إنما إحنا كشعب 90% حضور ده ما فيش مدرسة عندنا فيها الحضور ده عمر كالعادة بيضلل على الناس وبيبيع للناس كلام بص يا عمر جميل إن إحنا فعلا ننقل للشعب المصري تجربة زي كده تجربة تركية لكن خنك التعبير يا عمر لما قلت لازم نتعلمها لأن المصريين عارفين يمرسوا حقوقهم كويس جداً ده كان ظاهر في المصريين برضو كان ظاهر جداً لما وصلوا رسالة سلبية وامتنعوا لما بيكونوا امتنعوا أنهم ينزلوا اللي امتنع الحصر ده رسالة هم بيوصلها لك ليه؟ لأنهم متأكدين أن أصواتهم ما بيقلهاش قيمة وعارفين أنها هتترمي في سنديق الزبالة فبيعملوا ايه؟ بيقسلوا السلام بيقعدوا في بيوتهم وهم بقى حاج عمر إننا ناخد التجربة من زاوية تانية من زاوية الحاكم اللي بيدور على نص الشعب على نص في المية بيدور على نص في المية عشان يعدي اللجنة بتقوله لأ أنت ما جبتش الأصوات المطلوبة يا سيادة الرئيس وحتروح إعادة فبيقول سمعا وطاعة سمعا وعلى رأسي كلمة الشعب وقردته ناخد التجربة من زاوية الشفافية والنزاهة يا عمر التنظيم اللي بيستوعب تصويت 56 مليون تنظيم الدولة دولة المنظمة اللي استوعبت تصويت 6 مليون مواطن في 9 ساعات وانتهى الأمر بسهولة ويسر 56 مليون مواطن صواته في 9 ساعات وانتهى دنيا بسرعة مفيش مشاكل مش إحنا بنفضل 3 أيام ونزعف الميكروفونات يا أهل الخير اللي مش حيروخ ينتخب حيدفع غرامة 500 جنيه ده للمفروض نتعلمه وما نتعلمش أن احنا الروح ناخد الناس من القهوة عشان نخلات ينتخب بالعافية يا عمر شوية حقنية بقى خليك يا أخي عندك عندك يعني سنس تعرف السنس مرة في حياتك شكرا